طالما الى التريسمات إذا نقرأ اه اه لازم نرشون بفرتي الجوت و اه شنو الجوتين عندي شي مصطلحين عندي جوت وعندي هايباريورسيني هايباريورسيني يعني اه الزيادة او اليورك اسد بالجسم كلش عالي قبل الدم كلش عالي بس مو شرط واحد عندها هايباريورسيني يعني عندها جوتس يعني عندها نقص ممكن هذا صح اليورك اسد بالجسم عالي بس ما نفوي له الجوتس الجوتس شنو اليورك اسد هو طبعه سوليبول طبعه شنو يعني طبيعي شنو بالدم بس من يزيد حد يعني يوصل الى يعني في الرقم معين الى مستوى معين هناك يبديد حوالي كريستال هاي الكريستالات وين تروح تترسل بالجوينز وخاصة ان شافوا هات تترسل بوين بالبكتو اللي هو اصبع الجل كبير اهناك شنو راح يبدي يصور عنده انفلاميشن وهاي هاذا هو وتجي الانفلامة التربية وهاي كلها التربية وتي بدي حتى الدستركشن للجوينت والمكان الموجود وهذا هو هاي Jordan يستخدام لل ذات بنword سيطب جميع الصدود والإفضار والخ PLA قلنا احنا اول شي حيصر عندي زيادة باليوريك اسد بالدم راح تصر عندي كريستالات صوديوم يوريت كريستال وين تترسد كتر شي بالتشو واللي هي الجوينت والكيدني يعني سبب لي لدان نقرص بالجوينت والكيدني ريني الأمبرمين يعني هو اليوريك اسد مو ترى السبب بهاي التشوف راح تشوفها هاي الخلال المناعية راح تشوفها انه هي جسم غريب فتبدي تسوي لها بلعمة فاكوستايز و يعني من سوات لبلعمة الجسم ما يقدر يحلل اليوريك اسد خلص انه هو يعني يطلع من الكيدني كيوريك اسد ما يتحلل بعد اكثر فهي سوات لبلعمة ما راح تعرف تسوي لها يعني تحللها وشي فرا راح تصير كجسم غريب راح يبدي تجي الاميونسيال الباقية و يصير انفلاميشن و ألم و يعني تصير دمار للمنطقة اللي هو بيها مثلا البكتو اللي قلنا هو هذا أكثر شي و تبديل عراض ثانية مثلا الألم ألم كلش قوي و انفلاميشن و الآن الأكوتي فلير سوف غاوط هجول تبديل أعراض ثانية مثلا الألم ألم قوي و إنفلاميشن و إنفلاميشن و أكثر شي بالبكتو بس مو معناه انه ما يصير بالمفاصل الباقية لا يصير و يسبب للم تورم و تندرنس يعني و أحمرار بالمنطقة بالأفكت جوينت The cause of hyperuricemia in got is an imbalance between overprotection of uric acid or the inability to excrete uric acid reynally اليوريك أسد يطلع عن طريق الكيدني ف أنا شون دصر عندي هاي hyperuricemia عن طريق شغلتين يأما زيادة بتكوين اليوريك أسد يعني جسم دي يطني على هواية يوريك أسد أو إنه الكيدني مدى تطلع يوريك أسد تجمع بالجسم وماده تقدر تطلع ف يزيد زين قبل ندخل بالتريتمنت لازم نعرف شون دي تكون عندي يوريك أسد بالجسم هل هو يعني شون دي تكون أنا عندي مادة اسمها بيورينز بيورينز تجيني من شغلتين أما من اللحم اللي يأكل الإنساء خاصة اللحم الأحمر يحتوي مادة اسمها بيورينز أو من تحلل اللقوانين والأدنين اللي هنه موجودات وين بال بالديني ولا راني الخليه من تموت المكونات ما لست تتحلل فهذن مكونات هن أدنين وقوانين يعني عبارة عن بيورينز فأني بتجسم شنو عندي سواء كان البيورينز من الدايت أو من الدييني ولا راني أكو أنزيم اسمه إكزانثين أنزيم اسمه إكزانثين نوكسيديز رح يحول هاي البيورينز إلى شنو إلى يوريك أسد اليوريك أسد بالإنسان يعني هاي آخر شي البيورينز يوريك أسد تطلع عن طريق الكيدني بينما الحيوانات عندها إنزيم لا رح ي يوريك يسمي إنزيم يحول يسوي أكسدا لليوريك أسد يحول إلى مواد ذائبة وتطلع مثلا CO2 ويطلع يعني فما يتجمع بالدم إذا س quir Berlin زين هاي عرفنا زين الشقد الطبيعي بالجسم هو 3 إلى 7 ميلي جرام على ديسيلتر يوريك أسد هو بما أنه يساوينا القوت ومدره شنو هو شنو وظيفته بالجسم وظيفته بالجسم عند وظيفة كلش مهمة هي شنو هو اسمه Powerful Antioxidants Antioxidants يعني أكو هاي الفري راديكال بالجسم اللي تتكون مثلا من الميتابولايت وهاي يروح شيسا هو يرتبط بها هاي الفري راديكال ما يخليها تسوي دامج للتشو فهو Antioxidants بنسبة 50% يعني عندي بجسم هواية Antioxidants إشتغلا بس هو ما أخذ حصة الأكبر اليوريك أسد ما أخذ نسبة 50% هو يشتغل Antioxidants زين فهو يعني بمثابة فيتامين سي هو فيتامين سي مو Antioxidants جسم ما يقدر يصنع جسمنا ما يقدر يصنع الفيتامين سي فهو ما أخذ هاي الوظيفة كAntioxidants زين قلنا يتجمع بهاي الأماكن البكتو والنيز والأنكل وهاي وعرفنا شون يتكون من البورينز والإنزيم اللي كونا هو الأكسانثين أوكسيديز زين قلنا الكوز مادة أنه صار عندي متحمسة أو حدث المتحمسة أو لتصنع يوريك أسد رينالي زين أجد من موضوع المدفل تقلنا الكوز سوق المدفل يعني هاي الوظيفة تقلنا تقلنا أجد المدفل يعني راح أبدئ إذا عندي هي زيادة باليوريك أسد أبدئ أطرح أمني الجسم لحد ما يصل إلى ستة يعني This can be accomplished by interfering with uric acid synthesis Or increasing uric acid excretion صارت هوايسيات يعني يا أما أزيد الأخراج مادة أو أقلل السنثيز المادة يعني يا أما أروح على كدني أزيد الأخراج مادة أو أشطول على هذا الأنزيم اللي هو الإكزانتين باوكسديز أقول لي يوقف في الصناعات اليوريك أسد نبدأ التريتمانة للأكيوت كات أنا عندي أكيوت و كرانيك الأكيوت كات من يصير عندي الإنفلاميشن تجي هاي الأميون سيلز تشوف هاي الكرستالات وتسوي الإنفلاميشن هاي هاي يصحوله أكيوت كات أكيوت كات أتاكس كان رزالت from a number of conditions including excessive alcohol consumption يعني واحد يشرب كحول a dietrich embureens and kidney disease كتني أما الشخص هو يأكل اللحم هواية أو يأخذ anti-cancer drugs الanti-cancer تروح شنو أتدمر الخلايا الموجودة بالجسم فأتوقع شنو تكسر خلايا تموت الخلايا مكونات الخلايا شو رح يصير بيها هاي اللي تكسرت أو اللي تحللت تطلع لي هاي الأدنين و اللقوانين قلنا عليهم فهتطلع لي بيورين هماتين فحالي بيورين وين تروح تتحول بالإكسان الوكسيديز إلى يوريك أسد أو عندي مشكلة بالكيدني الكيدني مدى تطلع لي يوريك أسد فديضل بالجسم أدوية الأكيوت كات تختلف عن الكرونيك بالأكيوت عندي ثلاثة نسايد نانستيرويد الانتيفلامتري دراكس كورتيكوستيرويد الكولجيسين هذن ني افكتيف ايجن for the management of acute got arthritis إذن بالأكيوت كات عندي ثلاثة انني أستخدمهم الكرونيك يختلفن أدوية الكرونيك مايسرنطيها بالأكيوت هاي يعني قاعدة ثبت بيشين أدوية الكرونيك for prophylactic urate lowering therapy if they have more than two attacks per year or they have chronic kidney disease kidney stones or toffee deep side of urate crystal in the joints bones cartilage or other body structures يعني لازم من الباشنط اللي تجيهم هاي الأتاك مرتين بالسنة أو أكثر أنطيهم علاج يكون prophylactic يقلل من اليورك أسد بجسمهم أو هو ما عنده هاي الأتاك بس شنو عنده مشكلة بالكيدني لازم شنو هم ماعتينا أنطي علاج prophylactic أو عنده توفي اللي هي هاي الكريستالات موجودة يعني سوى تحليل أو شي شاف أنه كريستالات بالجوينت باللبون بالكارتلج بالأماكن أخرى هاي الكريستال هم ماتين تحتار شنو prophylactic treatment لازم ننطي تمام هاي بالنسبة للبداية نيجي للأكيوت أت قات زين أدنى من وبعد أدنى لتريتمين أو كرونيك قات زين يوريت لوانيك ثرابي فور كرونيك قات أم سوى تردو فريقواني أو أت 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 كم أت أت هنانا الهدف مالتنا شنو نسوي نقلل عدد الأت اللي تيجي يعني مثلا هو مارتين بالسنة نقللها يعني مرة هاي أو أصلا ما تيجي بعد أم نقلل عدد المارتين بالسنة شنو قصدي أنه مثلا يصير عنده مارتين بالأسبوع نقلل هن أي أو مثلا عنده مضاعفات ال قوت منه يصير تدمر يعني يدمر الجوينت منتي فأحاول أنه أقلل هذا الشي أنه ما أخلي اللغوتي سببلي دمار للجوينت treatment strategies include the use of exanthine oxidase inhibitors هذا الانزيم اللي دي يسوي لتكوين اليوريك أسد أو كي يوريك 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 اخراج يوريك أسد أسد يعني هنا سنزيد أخراج اليوريك أسد من الكيدني طبعا الإكزاندين oxidase inhibitors عدنا 2 الابيورينول و فيبيوكسوس تات فيرس لاين يوريك لوانيك ايجنس اذن انت الى فيرس للي اليوريك أسد اليوريك الوانيك هو الزيك 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 oxidase inhibitors الابيورينول و فيبيوك سوز تات زين اليوريك الزيك اجنس احباب ميز يوز في patients who are intolerant الزيك 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 achieve adequate response with those agents يعني جماعة البروبين سيد رح نستخدم هن في حال انو الpatients ما استجاب للي lexanthin oxidase inhibitors ما وصلنا للمستوى الاريداني او الاستجاب اللي اريداني ما وصلنا هوا ي lexanthin oxidase فننطيهم للبروبين سيد initiation of initiation of murate lowering therapy can precipitate on acute gut attack due to rapid change in serum murate concentrations لما استخدم هاي الادوية سواء الالوب purinol وجماعة تاو propin سيد رح اتوقع انو يصير عندي acute gut attack ليش لانه رح شنو يصير عندي rapid change in serum urate construction رح يقل المستوى اليوريك أسد بسرعة فانو المدكيشن for prevention of un-acute gut attack low-dose colchicine neside or corticosteroids would be initiated with urate lowering therapy and continued for at least 6 months يعني اني بالبداية لما استخدم urate lowering therapy مثلا propin سيد اتوقع انو ست عندي acute gut attack لاني خفاض اليوريك أسد كلش فلازم أنطي كعلاج يكون prevention of prophylactic من acute gut attack مثلا low-dose colchicine neside glucocorticoid حتى يعني ابديها ويا البروبينيسي جماعته حتى شنو أقل أو أمنع هذا acute attack الديتجيني ويستمر عليها على الأقل 6 شهور هسا ليش ما نستخدم أدوية الكرونيك gut بال شه ما بالأكيوت أو ليش لازم أنطيهم النساعد وكورتيكوستيرويد بحالة الكرونيك كمان لمن أبدي علاج وياهم ميوريت لوانيك هذا هسا هنان عندنا مفصيل أوكي هنان مفصيل أو عذرا على الرسم لأهن هنا يعني الجسم نطينا ببروبينيسي مثلا فهو شنو نزل لمستوى اليوريك أسد نزل اليوريك أسد في الجسم يريدي يرجع المستوى الطبيعي شي يسوي يروح على هاي الكريستالات الموجودة هنون في سوي يحاول يطلع من عندها يوريك أسد فتبدي شي سوي هاي اللي الكريستالات تطلع من مكانها تبدي تطلع زين طلعت من مكانها ويا كريستالات هي أنتجين هي راح تشوف هالماكروفيج أجسام غريبة فتجي هالماكروفيج تسوي لها فاكو سايت يعني تسوي لها برعمة تتفاجئ الماكروفيج أنه هي ماعدها إنزايم يحلل اليوريك أسد فش تسوي تنفجر تنفجر الماكروفيج يطلع من عندها شنو سايتوكاينز اللي هو انترلوكين وان وجماعته وهذا نش يسو يسو انفلاميشن فيزيد يزيد عندي الانفلاميشن اللي آني داري دواقفه تمام فأنه أنطي برابنسيد وجماعته بالبداية وحدهم غلط لازم وياهن على الأقل ست شهور النسايد وكورتيكوستيرويد حتى ما يصير عندي هذا الانفلاميشن اللي آني أردوك فاصلا تمام نبدأ الكولشيسين أبلانت الكالويد إذن هو نحني ناتشرا بحالة الأكيوت يعني لما يصير عندي هذا الانفلاميشن مو واحد عنده هايبر يوريسيميا وما عنده انفلاميشن يجي أنطي كولشيسين بس حالة الأكيوت إذن هو ممكن ما يشتغل عن ألجيسيك ولا يقل المستوى أو الكونستريشن مع اليوريك أسد ما يقل لما العلاقة بس هو يشتغل ك ريلايف يعني ريلايف بس يحسن أو يقل الألم يخف يعني بس مع الأكيوت Mechanism of Action مات كولشيسين يرتبط منوبل tubulin a microtubular protein causing depolymerization this disrupts cellular functions such as the mobility of neutrophils this decreasing their migration to the inflammatory joints furthermore كولشيسين بلد division by binding to mitotic spindles شون يشتغل هو أنا عندي بالخلية شي اسم تيوبولين أو microtubular protein ش يساوي هاي تساعد الخلية أنه تنقسم وتساعد ها بحركتها يعني ش يساوي هاي هو يساوي هاي de-polymerization كأنما يشيل ها يوقف ها فالخلايا وخاصة neutrophils وهو خاصة مكان وين يشتغل بالجوين هذا المكان الحب يعني هو العشق مات هناك يشتغل فهو ما رح يخلي neutrophils تتحرك حيشنه يقل الميغريشن مالتها يعني ما يخليها تروح لل انفلام جوينت هناك ما رح يخليها تمشي تتحرك يشل حركتها يعني وبنفس الوقت يساوي بلوكس لسيل ديفيشن يرتبط بالميتوتك سبندل هي هاي خيوط المغزل من شانة الكروموسوم توقف على جهة وتربط خيوط المغزل وهي هو رح يعني حيرتبط بهاي الميتوتك سبندل والخلية متعرف تنقسم ما خلى الخلية تنقسم ووقف عملها ما خلى تتحرك فهنا قلل لي النتروفيل وجماعتها ما خلاني تحرك ترابيوتك يستخدم كأنتيفلامتري اكتفتي الاختفتي مدى كأنتيفلامتري سبسيفيك فور قوت يعني سبسيفيك عنده يسكين العلم خلاط مرسا الكلترسين هاي ملاحظة كشو هما لازم ينأخذ خلال 36 ساعة of onset of attack to be effective يعني مو واحد ورا يومين يالله ياخذه ما يشتغل لازم خلال 36 ساعة من الألم صار عنده ياخذ الكلترسين حتى يشتغل نسايد هاف لبلاس كلترسين in the treatment of acute cat attacks يقول أن النسايد أكثر أمان من الكولترسين سنعرف الأفكت متى هالجد فالنسايد أكثر أمان من عنده نستخدمها كياني ربلايس تريتمنت كبديل الكولترسين ممكن نستخدمها كبروفيلاكتك لأشخاص توهم بدأوا باليوريت لورين ثرابي بدأ يأخذ بروبينسيت كبروفيلاكتك أنه ما تصر عنده أكيوت أتاك نمطي كولترسين ممكن يستخدم فارماكوكانيتيك كولترسين أدمنسترد أورالي رابدلي أبزورد فرم جي اي تراكت كولترسين ميتابوليز بيهباتيك سيتوكراوم 450 و 3A4 3A4 انجليزي فو الاند أذار تشوز يعني نتوقع نفسنا عنده دراج دراج انتراكشن يعني راح يدخل بي هاي الدورة مع الكبد وشنو الهالف لايف ماته ممكن يختلف من بيشنت إلى آخر يعني طيني اختلاف شوية وجزء من عنده راح يصنو راح يصنو يطلع يعني بدون ما يتكسر باليورن أدفرس افكت هل قد عنده نويزية فومتينكة بدوميال بيين ديارية كرونيك ادمنسترشن ميليد تو مايوباثي يعني العضلات اعتلال العضلات يعني العضلات تتدمر أو تصل بيها تعب بواحد ما يقدر يحركين هويت نيتروبينيا أبلاستيك أنيميا أنت ألوبيشيا يعني تساقط الشعر وشي اسمه ونيتروبينيا هي نقصان ب نيتروفيلز لين هو كان شغلة ومشغلة على النيتروفيلز شخص عنده مشكلة بالكبد بالكرية أو بالقلب لازمه وكون تراندكيت بالبريغنانسي دورز أجسمنت are required patient taking cytokrome 3A4 مثل عندنا كلارثروميسين كنا الإترا كونازول أو بي كليكو بروتين إفلاكس بمب انهيبتر لازم أعدل على الدوز يعني أقللها بالبايشنت اللي ياخذون الدراج يسوي انهيبشن ما يزيد يعني يزيد الليفل مات مثل عندنا الكليرثروميسين الإترا كونازول أو مثلا الدراجات بي كليكو بروتين إفلاكس بمب انهيبترز بري بني كليكو بروتين هي رح يعني شون يعني ترتبط تلزم الدراج و تطلعه اوكي فشون شغل ال ال الكناس رح تطلعه للدراج يعني ما تخلي يصير الاكيوميليشن فإذا أنا أخذت الدراج يسوي لها انهيبشن فأتوقع انه الكولترسين رح يزيد ويزيد الأدفرس افكت مات مثل مثل منه مثل الاميو دارون والفيراباميل يسو انهيبشن للبي كليكو بروتين فأعدل على الدوز حتى ما يصير اكيوميليشن الفيراباميل وهماتين أعدل الدوز بلعدهم سيفير رينال امبرامنت منهو اثار على الكلية لدينا الالوبيرينول هو شنو اكستانثين اوكسديز انهيبتر انهيبتر از ابيورين انالورج هو يشبه البيورين في الاكستانثين اوكسديز رح يشتبه بي انهو يعني بيورين فياخذه فيسوي له انهيبشن مثل ما موجود بالصورة هو شنو يشبه البيورين يشبه مثلا الادنين والقوانين هذا الالوبيرينول البيورين بالاصفار اوكي يشبه مالتهم بشكل كومبتتف يعني تنافسي تنافس على الانزايم هذا الاكستانثين اوكستيز فيروح يتحول يعني يريد يتحول الى اكستانثين يسوي الانهيبشن لحذا الانزايم بالتالي ما رح يتكون عندي يوريك اسد لانه الدول اللي ارتبط بالانزايم هو مو غوانين ولا بيورين البيورينول هو اللي يرتبط فسوال الانهيبشن وما تكون عندي يوريك اسد therapeutic uses of البيورينول is an effective urate lowering therapy هو قل للمستوى الكنستوى واليوريك اسد بشكل effective فعال in the treatment of gout and hyper uricemia secondary to other conditions such as the associated with certain malignancies those in which large amounts of purines are produced particularly after chemotherapy or renal disease اذا انا هذا البيورينول يفيدني في حالة انه البيشن ياخذ anti-cancer drugs انه رح مستوى الخلايا اللي تتكسر تتحلل كل جواي فحتطلع لي كميات من البيورينز عالية فاتوقع شنو يصير عدهم يعني hyper uricemia فارد اتخلص من عدها ف الالبيورينول هو effective بهاي ال الشغلة يعني وال يعني البيشن اللي يعده marinal disease هم ما تتنفعال الفارما كوكينياتيك عدنا الاربيورينول is completely absorbed after polar administration اذا ما عندي مشكلة بال absorption primary metabolites alloxanthine oxyburinol is also an oxanthine oxidase inhibitor يعني هو والمتابوليت ما تيشتغلن with a half-life 15 او 18 يعني ساعة يعني يستغل 15 او 18 ساعة يعني ننطي مراحة اليوم this effective inhibition of oxanthine oxidase can be maintained with one staly dosing يعني اني مثلا الدراج هو الhalf-life ما تب قصير يتحول رأس يتكسر تحول الى metabolite بس اني الميتابولite مات هم فعالة هم تتسوي الى inhibition لل oxanthine oxidase اذا اللي اشكاد ل 15 18 هاي الخاصية حتى الميتابولite مات تفيد ني تشتغل يعني خلت انه ننطي مرة واحدة بيوم the drug and its active metabolites are excreted in the urine يعني الدراج والميتابولite مات يطلعن من اليورن those adjustment is needed if estimated glomerular forteration rate is less than 30 mil minutes 1.3 70 من military recap يعني اذا واحد عنده مشكلة بالGFR او glomerular filtration rate نعدل على الدوز لاندي مشكلة بالكدني يعني تمام الادفرس افكت الاليبرنول is well tolerated by most patient يعني اغلب الپشن يعني يشتغل عليهم عادي وما كم مشكل بس hyper sensitivity reactions especially skin rashes are the most common adverse effects or adverse reaction يعني يصدر عندهم حساسية the risk is increased in those with reduced renal function خاصة بالاشخاص اللي يعني عدهم مشكلة بوضاء في الكيلية فأتوقع زيت عدهم هاي side effects الفيبوكسو stat هو هماتين oral xanthine oxidase inhibitor structurally unrelated to الپورين يعني مو مشكلة الپورين its adverse effects profile is similar to that of الپورين يعني نفس adverse effects من الپورين also the risk for rush and hypersitivity reactions may be reduced الفيبوكسو doesn't have the same degree of renal elimination as الپورين all this requires less adjustments in those with reduced renal function يعني هنا ما رح يطلع بنفس الكمية يعني الالمination مات عن طريق الكدني مو نفس الدرجة ما لقلب your renal يعني يطلع عن طريق الكدني بنسبة أقل فبحالة أنه renal function بها مشكلة ما نحتاج نعدل الدوز أو نعدلها بس مو مثل الالپورين بنسبة قليلا نعدل الفيبيو ox that should be used with caution in patient with a history of heart disease or stroke عندهم مشكلة بالقلب وعاتهم history of stroke لازم صدمه with caution as this agent may be associated with a greater risk of these events are compared to alipurinol مشكلة هذا الفيبيو stat أنه يأثر على القلب عكس الالو pul الخطر عند يعني greater risk أنه يسوي له الأحداث يعني مع القلب و stroke أكثر من الألو الابرينول هذه المشكلة ماتا لدينا البروبين هو شنو عن أورال uricoceric drug هنا رح يزيد لي لإكس كريشن مال يوريك أسد it is a weak organic أسد 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 رمو 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 البروبين exchanger in the proximal tubule at therapeutic doses it blocks proximal tubular reabsorption of uric acid البروبين اليوم يعمل عندي receptor بال proximal tropyl سيعمل عليه هنا هذا بنسبة 90% يستخدم الي reabsorption منه اليوريك أسد زين هو ش رح يسوي لي حي سوي لي يثبطه يعني بنسبة 90% وقف عندي الريابزوربشن منه اليوريك أسد فهو كلش فعال انه ثبط لي او نزل نسبة اليوريك أسد بنسبة 90% لمنع الريابزوربشن منه من البروكسي مال الادفيرس افكت مالته قبل الادفيرس افكت البرابنس يجب ان يتفاعد اذا كانت كرياتيني كرياتيني كليليانس من 50 مل يعني اذا عندي مشكلة بالكيدنية بحيث الكرياتيني كليليانس اقل من 50 مل لازم اتجنب انه ما انطيه على وضائف الكريه زيان بعشنوها الادفيرس افكت مالته بس هي نادرة بس هي تصير عدنا الدول الاخ اللي هو البيجلو تيكيز البيجلو تيكيز شنو الفكرة ما تتذكرون ما قلنا انه ابنة بالحيوانات انزايم بحي يشتغل على هاي الكريستالات يحول الهيلي كريستالات يحول الهيلي كريستالات يحول حساسية وهي حساسية وهي حساسية وهي نتوكسك ميتابولايت that اكسيكريت برايماري بيكتنيت يعني اليوري كاسد بدل ما كان يتجمع وما عرف شان تخلص منه هاي جاني هاذا الانزايم كسر وضواب وحوالي الى واتر سوليبل ننتوكسك ميتابولايت وطلع عن طريق الكدنيت ما عندي مشكلة ويا البيجلو تيكيز الانزايم ويضح أنعطيت مع المنظمة كاملاة انكسيت يعني في الباشنة الذهاب عمضة التقلل من البيجلو تيكيز سيحول على المنظمة للجمع قد اخذ بشكل للجمع في كل أسبوعين يعني ممكن تصير عندي حساسية لما أنطي للبايشن يعني للإنفوجين ريليتد قبل ما أنطي الدوز أو ويا الدوز لا قبل ما أنطي الدوز أنطي أنت يستعمل أنه كورتيكوستيرويد حتى أتجنب أنه يصير عندي هذا يعني هذه الحساسية لدينا هذه الأسئلة يقول أنه بيشنت عنده أمرار راستين وعنده ألم برد الظهر وأخذ استامينوفين برستامول وما أحسن يعني ما أضح الألم عنده سكر وعنده هايبرتينشن وعنده هايبرليبيديميا وعنده غاستريك ألسر وعنده أمراض بالقلب فشنو اللي راح تنطين البايشنط المست أفروبريت نسايد اللي راح ننطيها للبايشنط يا أما سيليكوكسب هو كوكس 2 إنهبيتر هو يزيد مشاكل القلب هو أصلا عنده كورونار آرسر ديزيز في مانطيها عنده ميثازين وامبرازول عنده ميثازين وامبرازول عنده كوكس 2 يعني راح يؤثر لي النابروكسين وامبرازول لون النابروكسين واحدة إذا نابروكسين واحدة ونابروكسين هم نسايد هم يشطول على القاستريك ألسر لأنه هو النابروكسين اثنيناتهن كوكس 1 وكوكس 2 فهو عنده قاستريك ألسر راح يؤثر عليها فشنطي نابروكسين وامبرازول سوية حتى يعني الامبرازول بروتون بومب انهبيتر يساعد انه يقلل الأسد فرح يعالج الألسر والنابروكسين هو راح يخفف الألم مع ظهر ماتهن وبنفس الوقت ما راح يؤثر على يعني أمراض القلب اللي عنده وهو السولف لأنه النابروكسين أكثر نسايد آمن على الضغط والكورونياري ارتر ديزيز وجمع هل سيقول يا الجملة هي الصحيحة للفرق بين الاستامنوفين والنابروكسين هل انه الاستامنوفين هو مور انتيفلاماتوري من النابروكسين اللي هو مور جي اي سايد افكت بثلس افكت ان بليدين كمبارد والنابروكسين طبعا هو الغلط و الزعني غلط لأنه استامنوفين ما عنده أنتيفلاماتوري افكت الاستامنوفين ما لا علاقة ما لا علاقة بالبليتليت والبليدينج ولا الجي اي ما لا علاقة بهن الاستامنوفين has less risk for CV events بثمتنا ما لا علاقة اصلا ما لا علاقة لا علاقة لا علاقة ستحمز دي هو هاز فيور انتيباراتيك افكت دان نابروكسين لا اصلا الاستامنوفين هو يشطل سانترالي يعني هو مسكن وخاف الحرارة فيعني مو اقل من النابروكسين انما هو وظيفته مخافط للحرارة فجواب الصح هو سي استامنوفين لس رسك فور سيفي افنس يعني كارديو فاسكولور افنس مقارنة بالنابروكسين اللي هو اصلا ما لا علاقة بالكارديو فاسكولور يعني يعني القلب ما لا علاقة بي فجواب الصح هو سي which statement currently describe the proposed mechanism of cardio protection from low dose aspirine الاسبرين preferentially inhibits cox 2 to lead to a relative reduction احنا نعرف ان الاسبرين يعني يشتغل ككارديو بروتكتف عن طريق انه يروح على الكوكس 1 يسوي انهيبشن للترومبوكسان A2 فجواب الصح هو بي هو لا يشتغل على الكوكس 2 ولا على بروستوغلاندين الموجودة بالكوكس 1 والذي يشتغل ككارديو بروتكتف عن الكوكس 1 بالثرومبوكسان A2 يقللها يعني زي whats the correctly describe the pathophysiologic action a prostaglandin as a target to show promote vasoconstruction in the kidney promote what you call when pathophysiologic action يعني جواب الصح ودي أول شيء البروستغلاندين بالكدني هي تسويلي vasodilation بس النساة إذا نطعناها رح تثبط لي البروستغلاندين E2 والI2 الموجود بالكدني فحيسويلي vasoconstruction ويسويلي sodium water with retention يعني النساة تسويها من بروستغلاندين دقريز secretion of mucus البلاكس البروستغلاندين I2 هو يعني inhibits gastric acid secretion وعندي بروستغلاندين E2 والGF هذاني يزيدن الميوكس بالستومك فيعني سيغلط مو دقريز إنه ما يزيدن الميوكس اللي دي آخر وحدة اللي عدنا البروستغلاندين I2 رح يشتغل على الأسد رح يقلل الأسد secretion الجواب الصح هو D الجواب الصح D هسا يقول يا بروستغلاندين رح استخدمه حتى بروستغلاندين رح نستخدمه حتى أحافظ على هاي الفتحة الموجودة بالقلب إحنا يمكننا عدنا داكتس أريوراس موجودة بالقلب هاي يعني يتنفس من الطفل لما يكون بطن أمة أكو أطفال يجون للدنيا عندهم مشكلة بالتنفس يعني ما يقدر يعني تنفس طبيعي من الرقمات بروستغلاندين فأنا أريد أبقيها فمن أتشارة محافظ على هاي الفتحة هي البروستغلاندين نوع من أنواع البروستغلاندين فينطهي حتى علامة شوية يعني يبدي النيونيت شوية يكبر هاي سوى العملية فتقول يا نوع من أنواع البروستغلاندين الموجودة قدامنا يعني يعني هو بروستغلاندين أنالوج أوكي أي ميزوبرستول لا هذا بروستغلاندين أنالوج بالجي آي بروتكشن واللابر انتكشن يعني حافظ الولادة وهي يزيد اليوتراس كونتركشن ويصر يعني الولادة صار فمو هو الإيبوبروستنول هذا بروستغلاندين آي تو أنالوج يعالج البروستغلاندين الضغط العالي من الرحم عدنا سي البايماتو بروست بروستغلاندين F2 انالوج هذا طبيقالي بالأي اللي عالج الأوبن أنال كلوكوما بروستغلاندين بروستغلاندين نفس نفس دي يقول البيشنط عمره 34 سنة عام أو من روموتاد أرثرايتس بلانين بروستغلاندين 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 لا يجعله يصبح TCL اول شي يجعله الماب يجعله موضوع من المطل مهم أنه يجعله على الرسبتر مع TNF حسب ما ذكر ايه ام لدينا الساريلوماب و شاسم وين الساريلوماب كان الساريلوماب كان يشتغل على الانترلوكين 6 ايه بس الغلو الغلو الغلوماب والأدلوماب كانوا على TNF في فما نبقى الاباتا سيبت هذا ام كون 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 من سلطل او هذا يبدو خلاص الليكتشار 1 2 3 any question تقدرون تزونا ونشرح لكم وبس ساهي سلام عليكم